ربما تعكس مشاهد الدمار هذه جزءا من ضروة المعارك التي دارت بين الثوار وقوات النظام في منطقة الراشدين غربية حلب والتي انتهت بإعلان الثوار سيطرتهم بالكامل على مباني الراشدين الشمالية التي كانت تشكل نقطة متقدمة للنظام لحماية ثكنة البحوث العلمية والتي أصبح الثوار على أسوارها بعد سيطرتهم على هذه المباني كما أصبح الثوار أيضا على مشارف حي حلبة جديدة أحد أهم الأحياء الغربية بالنسبة للنظام والهدف القادم للثوار في حال سيطرتهم على مبنى البحوث العلمية على حد وصفهم تم بعمل الله تعالى تحرير المنطقة بالكامل وتم قتل ما يقارب 60 من المنشيات الأفغانية الإيرانية العراقية وحزب الله والحمد لله رب العالمين تم الوصول الآن إلى سور البحوث بعد السيطرة الكاملة على مباني الراشدين الشمالية لتنتقل المعارك بعد سيطرة الثوار على مباني الراشدين الشمالية إلى محيط مبنى البحوث العلمية والتي دارت على أسوارها اشتباكات عنيفة اضطر قوات النظام على إترها إلى الانسحاب إلى خطوطهم الخلفية بفعل ضربات الثوار الذين وصلوا استهدافهم لمعاقل قوات النظام في المنطقة بأسلحتهم المصنوعة محلياً فيما يسعى النظام للتخفيف عن قواته عبر قصف المناطق المدنية القريبة في الطيران الحربي والمروحي والله بشكل عام مع الطيران الحربي معه في أي أسلحة إلا استخدموها بعدما الله سبحانه وتعالى مكننا وحررنا المنطقة استهدفونا في الحربي في المدفعية بأنواع في الدبابات في الهلوكوبتر في البراميل المتفجرة والحمد لله رب العالمين الصامدين وسابتين بإذن الله تعالى لتحريرها البلد بالكامل وعلى الرغم من أن المعارك التي تدور في محيط مبنى البحوث العلمية تندرج ضمن غرفة عمليات فتح حلب إلا أنها لا تعني بداية المعركة بل هي تمهيد ضروري لذلك على حد وصف القادة العسكريين القائمين على هذا العمل أول عمل لغرفة عمليات فتح حلب تم خلاله السيطرة بالكامل على منطقة الراشدين الشمالية وأصبح الثوار الآن على أسوار مبنى البحوث العلمية المعقل الأخير لقوات النظام في الأحياء الغربية لحلب إبراهيم الغطيب أوريانت نيوز من مدينة حلب ترجمة نانسي قنقر